أصدر وزير السياحة والأثار خالد العناني قراراً بتنظيم موعد فتح وغلق المحلات السياحية وذلك اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل وبحسب القرار فقد تقرر فتح المطاعم والكافتريات والبزارات المرخصة سياحياً يومياً من الخامس صباحاً حتى الساعة الواحدة صباحاً صيفاً الساعة الثانية عشر منتصف الليلة الشتاء على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومياً الخميس وجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية ولدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحاً هذا وقد تضمن القرار جواست عديل مواعيد فتح وغلق المحلات السياحية المشار إليها والموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بناء على قرار من وزير السياحة والأثار بعد تنصيق مع وزير التنمية المحلية